عزيزي طلاب الصف الاول اعدادي حل كتاب جيم 2021 الترم التاني يونت سيفن الوحدة السابعة اللي اول وحدة في الترم التاني صفحة واحدة التلاتين اللي هو الفوكابلة لاكسرساجة تدريبات الكلمات نمبر وان بولي نقط اسم وان هو الشخص هو ويركس اون بيعمل في بوت قارب او اشب او سفينة يبقى على طول نقول السيلور وهو البحار سيلور هنا بمعنى بحار نمبر او مارفين الستار طبعا ده اسم شخصية بيكون نقط مشهور وبيكتب طبعا سونجس بمعنى اغاني اغاني جميلة او لطيفة يبقى ميوزيشن بمعنى موسيقار او ملحن كلمة ميوزيشن هنا عرفناها ازاي من كلمة اغاني جميلة يبقى على طول هو بيكون موسيقار مشهور نمبر سري الطعام كان نقط اه we didn't like it احنا محبناش اه الطعام ده اقول كلية تانية يعني محبناش خالص على الاطلاق يبقى على طول نختار كلمة ااا هي طبعا هي الكلمة الوحيدة اللي تنفع هي كلمة terrible بمعنى اه فضيع او سيء هي كلمة terrible اللي تنفع معها الاجابة لان احنا اعرفنا ازاي كلمة terrible من كلمة didn't like it. مش بنحبه خالص. بعد كده number four he is a famous singer. هو مغني مشهور. he sings in a great. هو بيغني فيه نقط عظيم. يبقى باند بمعنى فرقة موسيقية. باند بمعنى فرقة. number five he likes reading. بيحب يكره نقط stories. نقط قصص نقط because. بسبب they are very exciting بمعنى موسيرة. يبقى على طول طالما ان هي موسيرة يبقى نختار كلمة adventure stories اللي هي القصص المغامرات. الى ان هي قلنا كلمة exciting بمعنى موسيرة. يبقى فيه كلمة اسمها adventure stories. قصص المغامرات. number six my mother. امي always advices me. دايما بتنصحني to buy things. اشتري الاشياء from nearby shops. اللي هي المحلات القريبة. هنا طبعا كلمة nearby بمعنى قريب او مجاور. يبقى بتنصحني ان انا اشتري من المحلات القريبة. number seven. هاكيم مغني يعني to modern. يعني بيغني الى نقط بمعنى حديث and not music. traditional music. الموسيقى التقليدية او القديمة. كلمة modern music هي الموسيقى الحديثة. و traditional music هي الموسيقى التقليدية او القديمة. number eight. I want to learn. اريد ان اتعلم نقطة the flute. يبقى to play the flute. ان انا اعزف على الفلوت. ودي اه الى موسيقية. اه اللي هو اللوت طبعا. العود اه كلمة play بمعنى يعزف بتيج مع الالات الموسيقية مش بمعنى يلعب. بمعنى يعزف على الالات الموسيقية. كل الالات الموسيقية تاخد معها play وتاخد زي برضو. زي لوت. بعزف على العود. number nine. there are mini trees. يوجد عديد من اشجار in the jungle يبقى in the jungle في الادغال. الاشجار موجودة في الادغال. number ten. I saw many bats. انا شفت العديد من الخفافيش. in the نقط. in this is not. يبقى cave بمعنى كهف. لان كلمة bats دايما خفافيش مرتبطة بالكيف. هو الكهف بديه فتحة داخل الجبل. number eleven. she is very sad. هي حزينة جدا. her little bird. طائرها الصغير. is نقط. يبقى is did. ميت. اه هو هنا طبعا did بمعنى ميت. اه فيه ضايد بمعنى ماتة. ما تنفعش في الجبلة دي. لان فيه is هنا. ما ننفعش is. ده. نقول is did. يكون ميت. لو ما فيش is. كنا ممكن نقول ضايد بمعنى ماتة فقط. her little bird is died. فقط. يعني ماتة فقط. لكن طالما جبنا is. يبقى is did. بمعنى ميت. لكن كانت تنفع her little bird died. ماتة فقط. لكن هنا is did. بمعنى ميت. number 12. سفينة كروزو. ده اسم شخصية. يعني كان مغامر بحار. thank great because of the terrible. اه طبعا بمعنى فضيعة. storm. يبقى عاصفة. فضيعة. يبقى كلمة terrible بمعنى رهيبة وفضيعة. وكلمة storm معنى عاصفة. يبقى السفينة great. سنك بمعنى غرقها. المدى من sink بمعنى يغرق او يغوز. number 13. I write what happens to me. انا بكتب اللي بيحصال لي every day كل يوم. in a نقط يبقى diary بمعنى مفكرة يومية. كلمة diary بمعنى مفكرة. لكن diary اللي هي التانية دي بمعنى منتجات البان. يبقى نختار كلمة diary. يعني انسان كده بيساجل كل اللي بيحصل له بحاجة اسمها المفكرة اليومية.